بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نعرض فيها الكسفة والفضيحة التي تعرض لها السعود في أولمبياد توكيو كما نشاهد محمد بن سلمان قبح الله وجهه أرسل لعبة سعودية تلعب هناك والبنت ألعت الحجاب وعملت شعرها أسفر وكانت بقى أنت غير اسمها من تهان القحتاني إلى مثلا كريستينا كذا وبعدين لعبة مع لعبة إسرائيلية اللعبة الإسرائيلية بصراحة سحقتها وأذلتها وأهناتها حاج عار حاج عار يعني لو كان محمد بن سلمان استقيل لأظهر على الشعب المدة غلبة 11 صفر انظروا هذه الصورة طبعا صورة معبرة البنت اللعبة السعودية كانوا شاهد كده يعني والله العظيم وكأن يعني عيال بسكويت يعني حاجة فضيحة 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 إزلال هي صورة مذلة لها ولنظامها الحاكم السعود سورة معبرة وإسرائيل بتاعتالي السعود أي ده بقى رئيس إسرائيل وده محمد بن سلمان يعني هو اللعبة الإسرائيل والبنت الإسرائيلية وطبعا كما سنرى أن محمد بن سلمان أراد أن يقدم نفسه لإسرائيل وقال لهم إذا أردتم أن النساءنا تخلح تخلح إذا أردتم أن النساءنا تسقط على الأرض تسقط أنتو حضراتكم ماذا تريدون؟ تعالوا مشاهد هذه الفضيحة أولا نبدأ باللاعب الجزائري اللي هو منذ يومين رفض أنه يلاعب لاعب إسرائيلي وينسحب قالوا له سنقفها قال لهم أقفوني لا مشكلة فهنا رفض ده يوم 22 سبعة يعني منذ أسبوع واحد فقط رفض مواجهة لعب إسرائيلي لعب جزائري ينسحب من الأولمبياد في طوكيو وطبعا اللعب قال أنه أنا ألعب وأصافح من يحتل الأرضي هذه خيانة فقرر أنه ينسحب وقال لا تعنيني عقوباتي لكن محمد بن سلمان قال لا محمد بن سلمان أرسل بنت سعودية بتلعب جودو اسمها تاني قحتين قاما نشاهد هذه البنت محجبة ونشاهد أنه شعرها أسمر يعني ركز بس الشعر وفيه الحجاب البنت إيه سعودية محمد بن سلمان شو أدي الهزيمة النفسية فأرسلوها يا بقى تماثل البلد اللي كان وهنا هنجب بقى إيه حشد بقى إيه طبلو زممير ويا تهاني وإحنا هتلعاب أمام إسرائيلية يا تهاني وهذا أمر مهم كي نثبت للأمريكان إنه إحنا الكلاب المطيعين لهم في المنطقة وكذا ونحن الكلاب التي تحمي إسرائيل فهنجد إنه أنا أدي تهاني وبتحمل الإله إلي الله ومحمد رسول الله والسيف يعني لتاع العالم إلى آخر ما هنالك المهم تهاني وصلت توكيو على طول ابنة عم محمد بن سلمان ذهبت اللي هي ريمة بنت بندر السعود فذهبت فور دي سفيرتهم محمد بن سلمان أرسل ابنة عمه سفيرة عند الأمريكان يقول لهم انظروا احنا بنت عم نفسها غير محجبة كما تشاهدون غير محجبة طبعا بتلبس الحجاب ده أحيان في الناسابات الرسمية حتى لو يقولون لمحمد بن سلمان ابنة عمك كاشفة رس أو سفيرة لكن هي لابسة بنص كما وبعدين لو الصورة يعني هنا تنظرون في هذه المنطقة هي لابسة بلاب الشفافة هي لابسة فانيلا بحملات فمنكن لما بتجلس بقى في المجالس المغلقة بتقلع وبتقعد بالفانيلا بحملات ويعني دي ابنة عم محمد بن سلمان اللي أرسلها للأمريكان كي يريهم يقولون مين قال لكم ان احنا بلد اسلامية احنا بلد قلعة ده حتى العيلة نفسها قلعة قلعة السعود نفسها قلعة الهدوم فراحت طبعا ريمة دي وقبلت البنت في طوكيو وقالت لها انت ايه الحجاب ده حجاب لا 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 يقولوا علينا مسلمين ولا لا 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 ايه لا الحجاب فالبنت راحت قلعة الحجاب وارطها الطائية مع مكسوفة بعض الشيء بعد ما لقت الحجاب وقال يلبس الطائية راح أقول لها كمان والطائية لعيها فخلعت الايه الكاب يعني فهنا بقى هنشاهد البنت خلعوها الايه الطائية تماما كما تشاهدون وجابولها ولا بقى يتدربها ارقودي قومي اعملي يعني السعود ده هذا دين السعود دين السعود يعني فطبعا كل كهنة الدين السعودي ومفتي السعودية هذا ولا حلاله لحرام ان البنت تقف هكذا وهي عارية الرأس وبترؤدوا تنام على بطنها وتنام على ظهرها وأمام رجالة وأمام الكاميرات وكل حاجة ايه موقف مفتي السعود القصص الأكبر والكهن الأكبر وتاعهم ولا حاجة المهم بدأت المباراة هنا اللاعبة الاسرائيلية وهنا البنت السعودية اللي بتمثل محمد بن سلمان تعالوا نشاهد جانب من هذا الازلال لآل سعود واللهعبتهم التي تمثلهم فتعالوا شاهد المقطع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعا البنت بتبكي وتعايت منظروا منظروا الندم منظروا البكاء البنت الاسرائيلية مسكتها يعني سحالتها 11 مرة المباراة نتيجتها 11 صفر وكأن يعني كل شوية تكعب لها يعني محمد بن سلمان منظره عار سودت وجهه سود الله وجهه وبيض عينيه انظروا فكل شيء طلبوه البنت عملته وكيتاب له هي علمانية وليبرالية وكانت فضيحة طبعا طلعت بنت عم محمد بن سلمان البنت ريمة بندر وقالت لا كتبت بالانجليزية احنا فخورين جدا طب انت سفيرة المملكة العروية لماذا تكتبين باللغة الانجليزية هو الشعب الامريكي مهتم اصلا بالعاب توكيو ولا يعرف ان انت موجودة ولا في انت في دماغه ولا يعرف ان فيه رمى تهاني القحطاني ولا تهاني غير قحطاني انما هي كتبة لأسيادها في اجهزة المخابرات والماسونية ان احنا يا جماعة احنا بصوا انتم ازلتمونا واحنا قابلنا الاهانة اهانتكم لنا شرف يا فاندي هزمتمونا 11 صفر يا فاندي واحنا مبسوطين والله كانوا لايتهم كانوا 20 صفر احنا العالم بيتحك علينا واحنا مبسوطين العالم بيتحك علينا عشان تضربتون طبعا هنا الترجمة بتاعتها قالت فخورة جدا بياسمين الدباخ اللي هي البنت دي وتهان القحطاني اللي هي البنت اللي خلعت الحجاب بتاعها لتمثيلهم المرأة السعودية في مجال الرياضة النهائي الانمبياد 2024 نحن ها نحن نأتي يعني ها تزابيان طبعا السؤال هما لا تمثلان المرأة السعودية ابدا المرأة السعودية بتعمل كده لا طبعا وهل شعب بلاد الحرامين الشريفين اختارهما لا ده السعود يبتمثل المرأة بتاع عائلة السعود أو بعضهم يعني طبعا مشاهد الإذلال والإهانة كثيرة جدا يعني اللعبة الإسرائيلية كل شوية توقح أرضا كما تشاهدون المنظر كانت فضيحة لقال سعود فضيحة بشعة يعني طبعا بعض المغردين من بلاد الحرامين الشريفين وضع علامة إكس عليها كده وقالوا انها لا تمثل المرأة السعودية ده تمثل المحمد بن سلمان طبعا اللي شاهد منكم وورا نظروا يعني مجرد ما تكعبلها 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 وكان محمد بن سلمان أمر قال لها كل ما تضربك يقعي كل ما تضربك يقعي فبادي المسألة يعني انت ودها تعمل يا ابن سلمان ودها توهان وخلاص فطبعا عند ابن سلمان يعني الإهانة شيء إيجابي وحلو واخد واحد واخد على الإهانة طبعا أنا هنشهد البنت هي لم تكتفي بخلع الحجاب ولا بكل هذا ومصفحة الإسرائيلية بل شعراء أصبح أربح أصبح أصفر هو أنت بنت مثلا سيودية أو نرويجية حتى الطليان والفرنسين شعروا مسود لكن هي لو يبدو أن ترى في لون بشراتها ولون شعرها حاج عيب شوف الهزيمة النفسية انظروا الهزيمة النفسية بهأولاء أحفاد خالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبو وقر الصديق وعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقص انظروا بتلون شعرها أصفر لي أنا أحب أقولها طبعا هو ده الجزء من الجهة المستشرف السادين زمن الرجل الأبيض والبنت الشقراء والعيناء خضروة زرقوا دين ده زمن انتهى الزمن القادم هو زمن السمار زمن الأفارقة وزمن الصينيين وإحنا بنشاهد الآن يعني نائبة الرئيسي الأمريكي كمالها للسمراء والآن خلاص ووزيد دفاع أمريكا أصمر فالعالم كله بيتجه نحية أنه السمر هم الذين هيحكمون لكن جي الأهل سعودي الجاهل ويعتقد أنه لسه البيض والشعر الأشهر ولعنين الزرقاء يعني ها تخلف حتى تخلف في كل شيء وإحساس بالنقص هذا يوضح لنا أنه محمد بن سلمان ده مستعد يرقض على بطنه وإسرائيل تركبه مقابل أنه يبقى على كرسي الحكم فقط في الآخر نختم نختم بما قاله الله سبحانه وتعالى يعني قول ينطبق على آل سعودي الآن تنطبق عليهم فالله سبحانه وتعالى يقول ضربت عليهم الذلة ويقول أيضا الله سبحانه وتعالى وضربت عليهم المسكنة فسبحان الله هذا الذي يوصف محمد بن سلمان ومن يمثله في ألعاب طوكي أو في غيرها من الألعاب أرجو مشاهدين أن تكون الصورة قضاحت وأرجو منكم شكرا في القناة بالضغط على هذا الزر رابط صفحاتي على الفيسبوك وتوطر أسفل الفيديو هنا قائمة في الفيديوات الوثائقية والتاريخية أرجو أن تشاهدوها الأهمية في مجال التاريخ هنا فيجو علاقات السرية بين الملك عبدالعز السعود مؤسسة السعودية وإسرائيل وكيف كان يرسل أولاده إلى المستشفات الإسرائيلية ما قبل إنشاء إسرائيل لا تزال مستشفات تابعة لأصابات فكان يرسل أولاده إلى هناك يعني في العين يقول سنلقى إسرائيل في البحر وفي السر هو عميل لإسرائيل أرجو أن تسمعوا هذا الفيديو لأهميته في مجال التاريخ وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا